انتهاب البلعومة البكتيرية احد الامراض التي يصدفها نوعا من البكتيريا الموجودة في الهواء الرسل وقد يؤدي هذا المرض لمشكلات متعددة تزداد خطورة ان لم تنقلق في المشكل والدوائل الموجود الاحتاط بضيق في التنفس او وخذة في الحنجرة اشارة مألوفة لاصابة محسنة للذيكان او البارد قد يقوم السبب الجو البارد والجاس في فصل شجاء او قد يرجع لنوع من الخساسية الموجودية التي تتبدل بتبجل الخطور يعطي بعض الاطباء التهاب البلعوم والسنجرة لعدوى تكتيرية يمكن ان تكون خطيرة اذا لم تعالج فورا التهاب البلعوم قد يتطور لمرحلة يسلم فيها بطورا وقعا بيضاء تمنع الشخص المصاب من البلع وقد تتورم اللوزتان ويمكن ان يؤدي ذلك الى الطعوبة في التنفس والنطق وقد يتساءل البعض هل ليه اعراض عدوى الجسام يرى الاطباء انه اذا ترافق ذلك مع تعالج فورا مصطفان او صيلان في الانسة سيعد مؤسسا على الاصابة بالنجة في الانسة التي حدث مصطفان في الانسة وفي الحالات المتطورة رجفان في الاطراف وهي حالة تستدعي العناية المركزة يكون التهاب البلعوم والحنجرة الناجم عن البطن مؤلما جدا ويختفي بعد بضعة ايام اما التهاب البلعوم الناجم عن البكتيريا فقد يفاقم الالتهاب لدرجة يفقد المصاب معها الشهية ويخسر الوزن ويتعرض لنوبات من القيء كما يعاني من الصداع والام في البطن والظهر قد يعالج التهاب البلعوم البكتيري بالمضادات الحيوية والأدوية لكن إن لم يواضب المصاب على أخذ تلك المضادات فأنه قد يتعرض لمشاكل جدية تؤثر على صحة القلب وتصبح مقاومة تلك البكتيريا لاحقا للأدوية واضحة بسبب قوة مناعتها ينصح الأطباء بأخذ الأدوية وتناول الحساء الساخن إضافة إلى استنشاق لذاذ البخار والحرص على الفصول على تدفئة جيدة مع الإكثار من شرب الماء يوميا وينضم إلينا هنا في الستوديو استشاري أضن وأنفو حنجرة دكتور فتحي أبو بكر صباح الخير دكتور فتحي صباح أبو بكر بداية بالحديث عن التهاب البلعوم هل هو نوع واحد أن هناك أنواع عدة لالتهاب البلعوم؟ طبعا التهاب البلعوم هو عبارة عن عدة أنواع من الالتهابات وتكون عبارة عن أنواع فيروسية وأنواع بكتيريا المريد بيجي على العيادة بيكون عنده حرارة عالية ألم في الحلب سيلان في الأنف طبعا أول ما نفحص المريد نحن ننظر على الحالات منشوف إذا كان فيه أي إفرازات موجودة على اللوز مفتوازات بيضة مباشرة بنعملهم فحص بنسميه رابل ستريب تيست فحص لهاي البكتيريا بتكون نتيجة خلال 5 دكائق في نفس العيادة يدبين أنه في عنده ستريب توكوكس جروب A ساعتها هذا يعتبر بالتهاب بكتيريا ولازم يأخذ طبعا مباشرة مضادات حيوية لمدة 10 أيام لأنه في هاي الحالة إذا كان ستريب توكوكس موجود هاي نوع من البكتيريا اللي هي بتأدي إلى التهابات في المستقبل لصممات القلب التهابات روماتيزم التهابات على الكلام نفس البكتيريا تنقل深o Attack on her هيا لأ نوع من البكتيريا ها يصيب فقط منطقة الحلق هيا نوع من البكتيريا بتصيب منطقة الحلق الي هو نوعية معينة اسمها ستريب توكوكس A جروب A في عينها جروب ABC بس هاي النوعية من البكتيريا دائمًا هي أخطر أنواع البكتيريا سمعنا في التقرير بأنه تكون في المناطق ذات الهواء الرطب طبعا هي هي بتكون على الحلق على اللوز والتجاويف تبعت اللوز هذه البكتيريا طبعا في الاجواء الباردة هاي البكتيريا بتنشط في الاجواء الباردة أو عندما يشرب الانسان عصير بارد كتير في الناس يكون عنده شوية تحسس في الحالي هذه البكتيريا بتنشط في هذه المنطقة. بيكون عددها قليل بس لما تنشط وصير عددها ضار في الحلق فيه طبعا انواع تاني اللي هي بكتيرا غير ستربتو كوكس اي يعني هذا مش معني انه اذا احنا فحصنا وعملنا زراعة مباشرة رابد سترب هذا الفحص اسموه مباشرة بالعياد بنعمله مشان نستعجل في عطاء الانتوباتيك اذا طلع هذا الفحص نيجاتيف طبعا بناخد زراعة اللي هو كالتشر سواب اللي هو من الحلق ومنبعث له المختبر لانه فيه انواع تاني كتير بكتيرية وبعدها منشوف النتيجة شو بطلع اي نوع من البكتيريا على اساس اقول ايش سنزيت في هاي البكتيريا منعطي الانتوباتيك المناسب مرة جديدة دمتقول ما هي العرض الاولية التي يمكن للشخص ان يشخصها بنفسه يعني التي تدفعه ان يتجه الى الطبيب الاجراء هذا الفحص اول شي بكون عنده المريض ببدأ في المحات في الحلق وسقف الحلق مع ارتفاع في درجة الحرارة مع قحة تبدأ معها مباشرة خلال يوم او يومات تبدأ قحة شديدة تنزل هاي عراض التهاب بكتيري اللي هي نفسها العراض مشتركة عراض البرد والزكام والتهاب الرئوي صحيح بس فيه فرق انه لما يتجهل الطبيب ببين انه هذا لما نفحص احنا الحلق ببين انه في فحص الحلق انه فيه هذا التهاب بكتيري او التهاب فيروس هل هذا شائع دكتور؟ طبعا بشكل عام الاطفال عندنا اللي بيجوا اكترية الاطفال بيكون عندهم لانه في المدارس هي فيها بتنتقل عن طريق الكلام عن طريق الرداد طبع اللعاب في المدارس في التجمعات اللي بيكون فيها اكتدار فضح الاطفال في الرعاية الأولية في كل هاي الحضانة بيكون عندهم سهل انتقال ذكرت انه قد يؤدي في حال الاهمال الى ربما امراض ومشاكل اخطر بكثير يعني كثير من الناس عندما يصابون بهذه الاعراض يهملونها على اساس انها نزلت برد عادية او يأخذون دواء بنفسهم يعني ويشفون بعد فترة في هذه الحالة ما الذي تنصح به؟ احنا في هذه الحالة اذا كان التهاب البكتيريا هادي اللي هي ستروبتوكوكاس اكتر من ست مرات التهابات بالسنة بتيجي على الالتهاب اللواز مباشرة احنا ندعي المريض المريض اليوم نعطيه اولوية انه على اساس انشيل اللواز لانه التهاب هذا بيكون في اللواز في اللوزتين التهاب البكتيري يعني من ليس لديه نوزتين او عامل عمليات استقصال لا يتعرض للإصابة بهذه البكتيريا؟ يتعرض بس بيكون بأقل حدة انواع بكتيريا ستروبتوكوكاس نوع ثاني بس هاي ستروبتوكوكاس بيتا بوليتيك اللي هي جروب اي لما نعملها احنا بنعمل زراعة الها بكون طبعا اكتر من ست مرات تتكرار فيه اطفال طبعا بأخذ علاجه بطيب وما فيش بعد عشر ايام عشانيك منعطي العلاج بدد عشر ايام يعني هذه الامراض الخطيرة التي تحدثت عنها لو يمكن ان تعيدها لنا فقط ما هي المضاعفات الخطيرة لالتهاب البلعوم البكتيري ايضا فقط يعني قد تصبح او قد تصيب الانسان بحال تحول الالتهاب الى التهاب مزميد هل هي مضاعفات اصلا الماء اي 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 او هل هي مفصول لا هذه الالتهاب الحلك اللي هو البكتيري عبار عن التهاب بحدث لكل الناس تقريبا كل الالطفال بس في حالة لم يعالج مباشرة بتحول الالتهاب رئوي في المستقبل إذا تكررت معها هاي التهابات أكثر من ست مرات في السنة تتكرر معها في المستقبل من خالف إحنا دائماً المتصير تأثر على صممات القلب في المستقبل شكراً جزيلاً لك إستشاري الأنف الأذن والحنجرة الدكتور فتحي أبو بكر شكراً لكم تتابعون معنا بعد قليل ربات بيوت